القصة التانية قصة الجنازة اللي حصلت النهاردة جنازة شهداء العريش وانا بقوله شهداء العريش الخمسة شهداء الذين سقطوا من الجريمة الارهابية التي وقعت في فندق سويس ان المقر اللي كان بيقيم في القضاء المشرفين على العملية الانتخابية في شمال سينة سقط اتنين من القضاء مستشار قضائي ووكيل النائب العام بالاضافة الى ثلاثة من الدخلية اللي كانوا بيقوموا على تأمين الفندق الخمسة شهداء لهم الجنة باذن الله نحسبهم عند الله شهداء وقيمت لهم جنازة عسكرية مهيبة النهاردة ويشارك فيها رئيس الوزراء ووزير الدفاع نادي القضاء قال كمان انه ربما بالتنصيق مع الجهات في الدولة يتم عمل عزاء رسمي لشهدي القضاء في مسجد المشير تنطوي نهاية هذا الاسبوع بس لما يحصل نوع من التنصيق ما بيننا دي القضاء وباقي الجهات في الدولة وانا في رأيي وبعيد الكلام اللي قلته مرة تانية يوم يجب ان يقام العزاء للخمسة شهداء كلهم ماتوا دفاعا عن الوطن وهم بيؤدوا مهمتهم السامية دفاعا عن الوطن فلا تفرقة ما بين الموتى وما بين الشهداء ترجمة نانسي قنقر